ويدا اكثر ما يسي قلنا لا يفحق في ماله ايه اتسمع وامتي الداكره في العلم كيف عاد احد يسمعه وقر حتى لا عنده وقال يا جوج للرجل ابي جامع جوجته من ازولة في يوم واحد في آن واحد ماهو اسمع انه يدخل من عنده او اسمعه عنده الثاني هو من دوله ماهو حكم اخذ الزوج شيئا من ده وان ضربه من ورعاته هل يلزم ان يعيد ده لا يجوز للانسان ان ينقل زوجته ولا بنته ولا اخته ولا شيء اول ابي في البرزيل احد ولا احساد ما معنى يتشلف منها ورجع يبدوها هذا يتشلف منها ورجع يبدوها هذا يطلق هذا حراء هذا كما يسمى الان ماهر واعضاء مؤخرا وهنا الشر يصعر لجلب لهذا المرأة وهنا السطاة انت تقول بالمرأة فما هو الفرج بين هذه التلاثة وما هو الحق منها وما هو الباطل هذا السطاة كم شيء ثاني حتى الفتشه ما تفتشه بعد ما تبتين الضوضات هذا مش ومش له وهذا كالشر يعني الضوء الذي يقوم بالامور العرس يسمى شر هذا يعطى هذا يعطى والاخ الذي يقوم بالامور العرس اما المعرفة والشرعي التابط في الكتاب والسطاة والاجباة فيعطى للبرأة لا دزالة حين تكون البرأة تتربطى عندنا والذي يعقدنا ناس آخرين فكل واحد يشتين يشل الفروس له فأنا أجو بعض أربع للزوجين ليسال أحد أما الشرط فهوة لمن سيكون بالعرس إما زوج أمه أو أبوها أو أخوها من سيحرف على الدهات ويفتح بيته يعقد الفروس أما البعرفة هو الشرعي الذي هو للبرأة مال على جولة تعالى يعني أعضوهم المهن النحلا والصداة والبعرفة على واحد وبعضهم انتقال عز وجده وعجبات الله تعالى على أولاد وبعضي الشرعي من المهن يجب علي أن يفرنين فوقت المتوبة ويتعبها لأن بعضهم بيته البعرفة إلا وجدوا في المختصر بعد ما يبوش يوشيد بطهر باركة وما يسلموا لها إلا وجدوا في الجنة وبعضهم بيته البعرفة إلا وجدوا في المحكمة ويطالبها بشيء ويطالبت البعرفة هذا يسترير البعرفة بعد فتر الزيادة كانوا نقصر معارضة الطرفين إذا قدروا بيهم ما نكره لكن إذا قالوا ألبا مئة ألف ثم ترابوا على خمسين ألف أو عشرين ألف هذا الذي يسترير إذا قدروا بيهم أن يترك قدروا بإمرأة يعني يقول لهم ألا أولا عليكم كذا وكذا لذا قدروا بيهم كذا كذا في قلبهم رحمة قالوا هما نقصوا فهو ألف صدقهم اشتروا الرجل لا تشتروا فلوس فتأين الرجل لعباتوا فلوس كذير ولكنه سيّل على الأخراف سيّل على الطياني وبعضهم متدين ولكن مفقر أيضي الله من فضلها إذا خشية البرأة على نفسها وإحضرها برأة وإحضرها برأة وضعها أكثر من سب هل يجزلها إذا أستخدم حبوبا على الحمد أو تغيير هذا جائز إذا لم يضره لأن العلاج الذي يعمله إذا بعضه يضر البرأة والنبي قال الله عليه السلام قال لا ضرر و لا برعب كيف نفهم دولة صلى الله عليه وسلم كأنما ترحصونا فضل من عرب هذا الجبل رجل عندما أخير أن تزوج على أربع أراضي وبين الحبيث إن كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج إثنى عشر أوقيه من الشم هذا فجير جاء يقلب النبي هذا كان نبي أعطي أعطي الله أعطي الله أعطي الله وهي إثنى عشر أوقيه من الشم هذا أعطي الله النبي موجود به وهذا كان عن النبي وقال له كأنكم تبختم من الجبل لأن حين النار وقال له كأنه يضرب النبي يبطي الله لما هو رجع النبي هذا وقال له كأنه موجود به ولهذا النساء النبي أربع بيئات دهم إلا أن حبيب فدع لها أربع بيئات ديناع أربع دهم أربع بيئات حرف ذهب. لماذا؟ لأن الذي أعطى المهر عن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم هو النجاشي ملك الحبش. فأم حبيبه دعها من بيت سعى النبي كله ذهب. أربع بيئات. هذا دينة. قالوا لأن ملك الحبش هو الذي تبرع بالحساب الخاص للجبي صلى الله عليه وسلم. لأنها تزوجت وقدروا بها. ويا مهاتره في الحبش. قال رجله برأتها. فهو يعدل بينهما. لكن عندما ترد المرأة أحداؤنا فلا يجلس عندها. بل يجلس عندها ثانية. وكذلك عندما تأتي البرأة العادة الشهرية. ما يجلس عندها. بل يجلس عند المرأة التي تصليه. والتي طاهرة صارحة للجمع. ما شيء. يوم عنده هذا سوى والد أو حارب أو طاهرة. يجي يومها. وهذه يومها سوى قد كانت حارب أو نفسها أو طاهرة. الوضع شيء آخر والنبيت عندها آخر. إذا قد كانت والده يبلدتها ويلهده. وإذا أرضي شيء يجلس عندها. وإذا يجلس عندها. وإذا يجلس تفعل النفس خلقت. سيبعال في الوقت آخر والله فيه وآخر والله فيه وآخر والله فيه وآخر. الكشبة هي لأجل تجميل خاطرها. ما سحق القول بأن الخاطر أن ينظر إلى مخطوبة كل شيء. وستدلوا فعل عمر المخطاب. عند فعل عمر المخطاب عندما خطب ابن فالباب علي افتولى جزاغة بالله. لا يجعل شيء. بسروا الشهدس. وعلى السادس ساجة. لا يجعل شيء آخر. لا يجعل شيء آخر. وإذا يجعل يجعل شيء آخر. وإذا قلنا لكم أنه ينظر إليها بحسب ما يرى. ما عدا إذا تبقى أن ينظر إلى ضارها أو رجلها. أما أنه ينظر إلى عورية الطاقة فلا يجعل إجبعا. إذا أجد رجل البنتة التي كانت تزوجت على رجل فأخطأ في اسمها. فهذا العدل باطل أم صحيح؟ كان زوجتك بابنتي مريم. وماذا ما يجعل كان يزوجه. وجود العدل عدل على الصحيح. إذا زوجتك بابنتي أعطى أن تجعل الجدك. وموارس Young. بس أتطور فاطمة، أنا كنت أتحسن، ليس أطلقها. يقول لكم أنه فاطمة، فهم أن نتكلم أن نسيدته، إلا أنا يسوى فإن أتحسن خطأ، فإن أتحسن بأن يدرون البست. إن كان لدينا حليمان، هل كان هناك أتحسن في القرنة؟ كان لدينا هناك من قبل إنستطيع هناك جريحة. المترجم للقناة 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 ثم سافر وعاد ثم أراد السفر بعد الأخرى فهل يدخل زوجته التي سافرت معه في المرأة الأولى في الجرعة دعان عام تدخل وإذا كنت محبوبه فيكون الزرعة عندها المرأة الأولى والثاني والثاني ودعيد ما أفعله عندها لكن ما أفعله يا شيخ ألا يفهم من أحادي لا أجل على الحر لا تؤثني له أنه يجيز العظم أو كيف هذا الحديث ضعيف حديث في سنة ابن الهيعة وابن الهيعة ضعيف لأنه كان يحدث من الكتب احترجة الكتب فكان يحدث من الكتب وخبط فردو جميع حاديثه يرجى منكم الترجح لنا في نفسية العظم هل يجوز أم لا يجوز إذا كان بالضرورة هل يضر الطفل رضاء من أمه إذا ذهب هل يضر الطفل رضاء من أمه إذا هي حمرات كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا لبر فارس والروح هل يفتبط طفل إذا حملت أمه إذا جد كنسة يشد تمثل تحالي بآخر فلا مانع حيث الرجل أن يشاهد دوجته في دبرها كن أن يلاستكرم ماشي لأن من حام حول الحماه يوشد أن يجع فيه ما رأيكم في من أفتاء لا يجوز لا يدوز خشية من أن يدخل في البحضور ما رأيكم في من أفتاء ما رأيكم في من أفتاء؟ لأن النفق الواجب في النساء إنما تكون في البحضة الضرورة وليس في الكمالية هذا هو مذهب الزينية الهدوية لكن أنا شخصياً أقول لابد أن يساوي بينهم هذه الساعة كاملة وهذه الساعة كاملة لكن هذه الاشتراع لها شيء زايد على الضروري كمان ويبدي حاجتهم كلهم يبديون هذه ألف ريال أو ألفا ريال وهذه ألفا ريال وهذه يجب أن يفوفها في شيء آخر زايد على الواجب قال العلماء أنه في القدرة الواجب يشاوي وما عدا يفضل على عدين يفضل في كل شيء لأن آسد لا يفضل في كمانيات أو في الآذر لأنه ستتعلم وضحكت الشيخ الفاضل لقد ذكرتها لا تعد أحكام مستنبض من الحديث صالي بن سعد ولم تتقلنا على الحكم الرابع فنجي منكم تكره ما هي الأحكام على الحكم الأول في هذا الحديث أدنى البهر لاجب وواجب على الحكم الثالث أدنى هو يصحى ليكون منفع على الحكم الثالث يصحى ليكون من القرآ يتوقع ها ما هو ما حد أشتري ومعزه بعض الناس يتعلمون بها المراحة مصحفاً فالعزاء جاهز لا تقوم بها انت كنت لا تقوم بها هل يكون المراد تترازل عن مهرها واضعفوها الزوجها؟ نعم نعم نصح انا تعفوه عن زوجها كان اذا انت قلت ان الشرط يأخذ ها يبي يجب احد الاحوال فما يحب ان يأخذ شرط اكثر من الذي يكلف العرش لا يجب لا يجب ان يأخذ اكثر مما سيخسر في العرش تقولوا بالفرد عدوا بطاء كذلك يا شيخ يقول والتعالى في العراقات وحفظهن جندارا والجندار والشاكتامي وبعد ذلك اجابي اصحط اجيكو فبيضة المنامي اصحط ما يفقق ولا فهمنه ولا يفتم بالاعيات تيقول لا تأخذوا من هل شيء حتى لو اديتوا لهن جندار والجندار الملان جلد القوت فهذا ينبغي لكم ان تستمزعوا بالشيوحة يعني يخلووا حكاة المعددة بتتسميتم بادي مستحاب ولا بي حاجة مستحاب ببارك سماء الجرد يعني تسطقوا ولو بظل في المهرك ولو بظل في المهرك واما الضرب المهرك لا يبع ولا يشترق ولا يشتق ده ولا يوقعه ولا يشرب ولا يكيب لكن مبارقة وعادة وقال دنيس الله الله سلام بدناء مسجدات ولو كبه حسك ده بقعات تجلس فيها على الحدادة هل هذا يشاعي في المسجد؟ مبارقة هكذا وهذا مبارقة بيقول لو كنتم سميتها وعطيتها كنتم ليس لو حك أن تأخذوا منه شيء مبارقة قل ما رأيكم يا شيخ فإني طالق الكلية منقضع عن البيت ولا أملك إمكانيه لكي أسكن على بيتي في هنا وأخشى أن أتالي ولد أن لا يتربى تنبيه إسلامية لكي يبعد عنه فهي يجري استعمال الوعد الخفي هذا 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 ضرور لا يبدأ تستبدأ وأدخل لكن لا يستمر لا يستمر لا يستمر لا يستمر كلهم يحاولون يعزلون لا يستمر بغير اختيار إذا كان يتكتر الله هل يجب أن يعزل رجل زوجتها الأولى مثل ما أعطى الثاني مع عائل السافر وكساب الأجر لا يستمر هذا أنت الجبال يسمى كسوة الطباء وكساب الأخير يعني يتكلمها لا مقابل أنه يضيب خاضرها لا مقابل أنه يضيب خاضرها لا بأس بحكم يتلعب البهر وبحكم الشرطة لا يجوز أن يتلعب البهر يجب على الإنسان أن يبرج الفوق يتلعب البهر ويخلل لزوجته المعرق إذا تزوج مراجون بعد فضله وقد أرجم الطفلين وكتشف أن النبي أبا رسول لم يكن يحرم بالإبرس فما هو الحق هل يضيبها يبكيها يبكيها وإذا أراد الإسخاء في الإسخاء ولكن عبي ريشالبان بني ضالب البهر الذي غري ويزوج يريد أن فيها برس أما إذا حادث ما رأى الروحة تجيب لفقة الحدثة على الزوج وكان مقدارها نعم يجب دفقة الحدثة مقدارها فراءوا كثير من وسط الكلية إنما يكثروا الحاضرون بحسب الزبال والبكات وبعش الرجل وحالته وبرورياته ما يكثروا النفجة غيابيا وإذا ما يكثروا بعدها يدرسوا الظروف هذا الذي قد سبك الجلوة بنحل الهات وآبرت البادي حتى نش خلوهم للأسبوع الطريق لأنا والله لأنا من البلد اللحظة لأنا لأنا من البلد ثم هناك لأنا لأنا الزوج نعم الحل لأنا اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة